انتبهوا جيداً الإنسان يحكم عقله لابد الإنسان أن يكون هو قائد نفسه ما ينقاد وراء أي شخص يعني المعتوهين كثيرين تحص لما سكلم التليفون ويصور وهذا لكن للأسف يعني الجوهر يختلف تماماً في يوم الأيام أنا أخبركم بسالفة طبعاً هذه السالفة يعني لفتت انتباهي تواصلت معنا أحد من الأخوات خضت استشارة أسرية معنا شخصية بعد فترة تقول لنا خضيت استشارة مع فلان الفلاني من هذا الفلان الفلاني فتخيلوا لا داعي لذكر الأسماء لكن أنا أحب أن أوضح لكم ما كل الظاهر صحيح ما كله الظاهر ليس صحيح ستجد في الداخل هناك أشياء ولذلك دائماً أنا أقول كل إنسان إذا عندك موقف معين وتشوفه بعقلك اثبت عليه لا تنجر وراء الناس فيش سوى هذا هذا يدعي أن مرشد مستشار أسري ويقوم يبتز النساء يقول لها كيف أنت يعني علاقتك مع زوجك ويدخل نحن كمتخصصين في الاستشارات الأسرية عندنا خط أحمر لا نتجاوز إلا في مسألة إذا كان عندك قضية قضية حجر هجران يعني وبالتالي أحياناً تريد تأخذ بس تأخذ كدراسة حالة لكن ما تدخل في أمور خاصة في الزوجة وزوجته هاي سويتي كيف أنت علاقتك مع زوجك كيف أنت هذا ممنوع من عمباتك وبالتالي تجد ضعفاء النفوس صدقوني المرة الثانية والمرة الثالثة نفس الإسم هذا الإسم يتكرر على مستوى السلطنة تمجد وتحط طل حالاته في الواتساب وتحط طل مقاطعة وتحط طل صورة إياكم وانت نجر وراء هذه الأفكار يعني حد يقول لك أن إنسان هذا زين وانت بمر مباشرة حد يجيك ويقول لك أن هذه الأسرة صالحة وبالتالي خلنا نحن نسوى مثل ما يسوى الأبناء أبناءهم لا هذا خطأ خطأ كبير جدا خطأ ستجد أن هناك يعني شيء مخفي ما يظهر لك نحن كمتخصصين أحيانا تظهر لنا بعض الأمور ولذلك لابد أن الإنسان يكون قائدا لنفسه ما ينجر وراها هؤلاء الناس خير اللي بيدعي لك بالمختص في الفلان وبيقول لك أنا مختص في الاقتصاد وهذا بيقول لك أنا مختص في السياسة وهذا بيقول لك مختص أنا وطني وهذا وقد هو يمكن داخليا صفر على الشمال ترجمة نانسي قنقر